ملايين سائح زاروا مصر بزيادة 20% مقارنة بالعام الماضي أعلن سفير ناصر حمدي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أعلن أن حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي حققت زيادة في أعداد السائحين تقدر ب20% مقارنة بالعام الماضي حيث تخطى عدد السائحين الذين زاروا مصر العشرة ملايين سائح بنهاية عام 2014 الجاري مزيد من تفاصيل معنا الأستاذ زهاب موسى مؤسسة إتلاف السياحة السيد زهاب سلام عليكم وعليكم التلام أهلا بيك تحياتي ليك يا فد إزايك عمليين إحنا مش بنسعى بس لزيادة العشرين في المية يعني بنسعى زيادتها 100% عن العام الحالي وإن شاء الله العام القادر نشهد يعني مزيد من أقبال السياحي لمصر كيف ترى معدلات السياحة في ظل ما تقوم به الدولة من زيارات وترويج للسياحة المصرية بص الدولة بتعمل عليها بس ليس شوية لكن معدلات السياحة طبعا 10 ملايين سايح نعم دي أحسر من السنة اللي فاتت شوية كويسين لكن خلي بالك إحنا 2010 15 مليون سايح نعم فإحنا مش طموحنا خالص 10 ملايين سايح آه فيه زيادة وفيه تحسن مش هو ده الصموح بتاع الناس اللي بتعملت السياحة نعم جانب لواحد نعم لاتنين الناس الزيادة دي أغلبها جيه بعد زيارة رئيس السيسي لروسيا عدد السياح فعلا فرق بالنسبة للسايحين الروس بقى 3 مليون سايح 3 مليون سايح ده هنا زاد نعم فأنا أنا بقول لو فيه زيادة مش الفضل لـا هاي ترشيل السياحة خالص الفضل الفعلا ذلك اللي ينتب لأهله كانت زيارة رئيس السيسي لروسيا يعني ده 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 خلى الرقم يعلى شوية تمام الزياد بأكتر من 20% تمام لكن كل ذا للأسف الثياحة الترفيهية الثياحة الشرطيئية مهمة لكن الثياحة الثقافية لسه ما تحركتش صح إحنا عندنا أمل أن الزيارة للصين هتعمل صفة تانية يعني ممكن تجيب لنا كمان 3 مليون سايح من اللصين في سنة الجاية مع رجوع السياحة الأوروبية والأمريكية المجتمعاتها الصابعية أنا إن شاء الله متوطع أنه 2015 هيعدي 15 مليون سايح وليس تمام نتمنى زالك مشكورة جدا لأستاذ أهاب موسى مؤسس اقتلاف السياحة نتمنى كمان إن ما يكونش فقط معادلة تدفق في نوع واحد من السياحة والسياحة الترفيهية إحنا مصر تزخر بالأنواع المتعددة من السياحة السياحة الثقافية سياحة الدينية السياحة العلاجية سياحة الترفيهية لما يكون في تدفق في كل هذه الأنواع هيكون أفضل بالنسبة للاقتصاد المصر وده اللي إحنا محتاجينه اللي بتسعلي الدولة المصرية جاهدة في هذه الأوقات